بعد أشهر من الانتظار، ها هي انتخابات المجالس البلدية تنطلق اليوم الخميس في أربع بلديات وفي ظروف استثنائية حيث أعانت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عبر موقعها بدأ توافد المواطنين نحو مراكز الاقتراع ببلديات الحرابة وجادو والزاوية الجنوب وكباو وذلك لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية هذه الانتخابات تقدمت إليها خمس قوائم في مدينة الحرابة فيما بلغ عدد الناخبين المسجلين ستة آلاف وخمسمائة ناخب موزعين على عشرة مراكز انتخابية بينما تقدمت أربع قوائم في مدينة كاباول الانتخابات وبلغت نسبة الإقبال على مكاتب الاقتراع سبعين في المئة ولأن هذه الانتخابات أجريت في وقت ووضع ليس كغيره تقد أكد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهي في وقت سابق للأحرار أنه متخذ عدة إجراءات وقائية لحماية المواطنين يوم الاقتراع في ظل جائحة كورونا والانتشار الكبير لها في الفترة الأخيرة بن تاهي كان قد أكد أيضا أن سبب اختيار هذه البلديات هو انتهاء الولاية القانونية لعمدائها والذين تجاوزوها بحوالي سنتين منوها إلى أن هناك 92 بلدية ستباشر برامجها الانتخابية في 2020 و2021 هذا وقد تم قبل هذه الانتخابات تنظيم دورات تدريبية حول مراقبتها قبل الشبكة الوطنية لمراقبة الانتخابات والتي تناولت مواضيع حقوق الإنسان والمعايير الدولية لعملية الاقتراع والرقابة الأهلية انتخابات المجالس البلدية يراها البعض اللبنة الأولى نحو بناء دولة ديمقراطية توفر الخدمات الأساسية للمواطنين بعيدا عن المركزية كن ظروف البلاد حالت دون إقامتها في مواعيدها